في الأول من تشرين توجهت عيون العراقيين إلى بغداد ممعنين النظرة في خروج ألاف المتظاهرين لإحياء ذكرى تشرين الثالثة لكن الأول من تشرين الأول خبأ في تفاصيله ما يثقل حياة العراقي بمصيبة جديدة تستيقظ بغداد إذن على وقع حادثة انهيار مبنى المختبر الوطني للتحليلات المرضية الذي يتكون من أربعة طوابق في منطقة الكرادة ما يقارب عشرين شخصا سقط ركام المبنى على رؤوسهم كوادر الدفاع المدني حاولت إنقاذ أكثر من النصف في لحظات تحولت تلك الصورة الهادئة العتيادية إلى زوال ودمار أثقل العديد بتساؤلات وشكوك نداء عاجل للتحقيق في أسباب سقوط المبنى والكشف عن كيفية منحي إجازات الاستثمار للمختبرات والمستشفيات الأهلية جهة الاختصاص كشفت عن أن السبب الرئيسي لانهيار المبنى هو إزالة الهيكل الإنشائي الذي كان مرتبطا بأعمدة المبنى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظم يوجه بفتح تحقيق فوري للوقوف على تفاصيل الإجهازات الممنوحة في حكومات سابقة والتحقيق بالقضية حادثة الانهيار لم تكن الأولى إذ تعتبر فصلا جديدا في مسلسل حوادث انهيار المباني الذي ارتفع مؤشره في السنوات الأخيرة أصابع الاتهام تتحرك نحو الشركات المتنفذة لا تلقي بالا لحياة العراقيين بتهميش شروط السلامة العامة إذن يخسل العراقي روحه في دوامة تراكمات الإهمال والفساد التي خرج من أجلها حراك تشرين في ذكره الثالثة ولازال يحرك غضب الشارع العراقي لتغيير واقع حياة أشبه ما يكون بفساد يأكل حق البلاد وحياة العباد ترجمة نانسي قنقر